فيما دخل الشغور الرئاسي في لبنان يومه الثاني وفي ظل غياب أي مؤشرات لقرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب غدا الخميس لمناقشة الرسالة التي وجهها الرئيس ميشيل عون قبيل مغادرته القصر الرئاسي هذه الرسالة التي وجهها عون إلى البرلمان بعد توقيع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي ودعاه فيها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تشكيل حكومة جديدة ما المرتقب في جلسة البرلمان اللبناني غدا وما هي الإجراءات الأنسب سياسيا ودستوريا لتشكيل حكومة في ظل الفراغ الرئاسي وإلى متى يتحمل لبنان فراغين رئاسي وحكومي معنا الآن من بيروت عضو البرلمان اللبناني عن تكتل لبنان القوي أنا عون سيد عون مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نريد أن نعرف ما الذي سيجري غدا في هذه الجلسة هي جلسة فقط لتلاوة رسالة الرئيس ميشيل عون يعني أمور إجرائية لا أكثر أم أنه سيكون هناك قرارات فيما يتعلق بالوضع الحكومي مساء نور أعتقد أن الجلسة غدا هي لمناقشة تلك الرسالة بعد تلاوتها واليوم لا يمكن توقع الكثير على مستوى الحكومة بما أنه دخلنا في شغور رئاسي ولم يعد من إمكانية لتأليف حكومة جديدة كما كانت نية الرئيس عون عندما أرسلت تلك الرسالة فهو لم يعد هناك من رئيس جمهورية ولا يمكن تشكيل حكومة جديدة في غياب رئيس جمهورية ذلك أعتقد أن النكاش سينحصير بين كيفية الخروج من مأزق الفراغ الرئاسي من جهة ومن حسم الجدل والسجال الذي حاصل حول حقية وإمكانية حكومة تصريف الأعمال أي الحكومة المستقيلة في تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية أعتقد أن هذا الشيء الوحيد الذي قد يكون مفيدا في الجلسة غدا أن يحسم مجلس النواب هذا السجال الذي يحصل حول صلاحية الحكومة بما أن مجلس النواب هو المؤهل والمخاول تفسير الدستور فإذا أراد مجلس النواب أن يستفيد من تلك المناقشة غدا يمكن أن يخرج بتوصية أو كرار أو غيره على هذا الصعيد ولكن أترك هذا الموضوع للمدولات التي ستحصل وكيفية الاتفاق أو عدم الاتفاق غدا حول هذه النقطة طيب سأسألك ربما بعد قليل أستاذ أنا عن صلاحيات الحكومة وكل هذه الأمور ولكن ما الذي قصده الرئيس ميشيل عون حين وجه رسالة إلى البرلمان يطالب فيها أو يدعوه فيها إلى اتخاذ ما هو مناسب فيما يتعلق بتشكيل الحكومة يعني ما الذي يفهم من هذه العبارة يعني الرئيس عون بعد أن يعني بما أن حصل تكليف في حزيران 2022 ولم يحصل تشكيل حكومة خلال أربعة شهر وقبل أربعة وثنين ساعة من الفراغ الرئاسي والشغور الرئاسي أراد أن يتحمل المجلس النواب مسؤوليته تجاه هذا الأوضوع وأن يأخذ أي إجراء قد يراه المجلس مناسبا لحل قضية عدم تشكيل حكومة لا طبعا مجلس النواب هو يعني بالصلاحيات التي هي موجودة اليوم في الدستور من الصعوبة باستثناء إذا عدلنا الدستور عمليا أن نعدل في التكليف لرئيس الحكومة أو في صحب التكليف ليس هناك من صحب تكليف في الدستور وليس هناك من مهلة زمنية لتشكيل حكومة وهذه أمور طبعا حساسة بسبب التوازنات بين السلطات التي حصلت عند اتفاق الطائف ولكن في ذلك الوقت مع اعترافي بحساسية هذا الموضوع يجب أيضا الاعتراف أنها صغرة عمليا لأن ليس هناك من أفق زمني لتشكيل حكومة وقد يمتد تصريف الأعمال أشهر وأشهر وقد شهدنا مراحل تم تكليف رئيس حكومة وأخذت عملية تشكيل حكومة ما يقارب السنة الكاملة وهذا شيء غير صحي وسليم يجب أن يكون هناك إمكانية لفرض مهلة معينة لتشكيل الحكومة بدل ترك الموضوع مفتوح بالشكل الذي هو وهذه صغرة أعتقد أن رئيس جمهورية أراد تحميل مجلس النواب مسؤوليته السياسية أولا إن لم يكن من هناك من إمكانية دستورية تجاه هذا الواقع الذي هو واقع التأزيم الحكومي واقع عجز تأليف حكومة جديدة بعد 14 من التكليف هذا ما أراده رئيس جمهورية هو رمي مسؤولية هذا الموضوع على مجلس النواب والكتلة النيابية التي هي التي أجرت الاستشارات هي التي كلفت الرئيس بأتي من خلال هذا وهي عليها أن تجد الطريقة المناسبة على الأقل على المستوى السياسي لمعالجة هذه المشكلة هذا كانت نية رئيس الجمهورية طيب الآن هذه حكومة تصريف أعمال الرئيس عون أصدر مرسوم قبيل مغادرته قصر بعبدة يقول هذه حكومة بحكم المستقيل الآن طيب يعني ما الذي يعنيه ذلك عمليا البعض يقول ومنهم السيد نجيب ميقاتي أنه هذه لا دستورية لمثل هذا المرسوم والبعض الآخر يقول هذا قرار لزوم ما لا يلزم وبالتالي وكأنه لم يتخذ مرة أخرى ما الذي هدف منه الرئيس عون بإصدار مثل هذا المرسوم يعني هو مزيد من الضغط على عملية تشكيل الحكومة في الـ 24 ساعة الأخيرة هو يعني أول شيء ليس صحيحا أنه هنا غير دستوري أو كانوني بالعكس هو من صلاحية رئيس الجمهورية امضاء هذا المرسوم إنما عرفا كان يحصل هذا الامضاء تزامنا مع تشكيل الحكومة الجديدة وهو اليوم حصل بالشكل الذي حصل به هذا لا يلغي صلاحية ولو حصل خارج العرف المتبع إنما هذا لا يلغي صلاحية الرئيس في انضاءه فلا يجوز قول أنه غير دستوري أن الرئيس جمهورية يحق له الامضاء وهذا صلاحيته وهو صلاحيته وحيدا وهي صلاحية لسيقة برئيس جمهورية ولا يتشارك معه أحدا فيها فإذا لا هي دستورية هل مفاعلها تغير في الواقع هذا نقاش كبير يحصل الآن لا شك أن مفاعلها لا تغير في واقع أن الحكومة مستقيلة وهي مستقيلة بحسب الدستور وليست فقط لهذا السبب المرسوم هو إعلاني وليست هنا الإشكالية الحكومة هي مستقيلة وهي بحكم الدستور عند إجراء انتخابات نيابية وهذا ما حصل تحولت حكما إلى مستقيلة هذا المرسوم له طابع إعلاني هذا صحيح ولكن الإشكالية الحقيقية ليست هنا الجدل الحاصل ليس حول أن هذه الحكومة مستقيلة والتصرف أعمال هذا كل مسلمين به الجدل الذي يحصل اليوم هو جدل سياسي دستوري هو حول إمكانية هذه الحكومة في تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية منذ الأثنين منتصف الليل الأثنين أي لأن حسب نص الدستور الصلاحيات رئيس الجمهورية تعود إلى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء هو حكومة مجتمعة وليست حكومة تصريف أعمال تصرف أعمال هذه جدلية نظرية تقول نعم هذا نقاش دستوري صحيح صحيح هذا ما أقوله هذا نقاش دستوري لذلك أدعو مجلس النواب الدستور لم يقل حكومة كاملة الصلاحي أو أفواً حكومة تصريف أعمال أو حكومة عادية هذا نقاش لا أريد الخوض به لأنه نقاش دستوري يعني ممكن أن نمضي الليلة كلها نناقش فيه ولا أنا أريد الخوض به وأقول لك أن الحل هو في مجلس النواب أن يفسر ذلك غدا في جلسته وينتهي الجدال جدل حولها جيد الآن تبقى مسألة رئاسة الجمهورية الآن كما فهمنا يجب أن يكون البرلمان في حالة إنعقاد دائم مش هيك للانتهاء من هذه المسألة هل سنشهد هذا في الأيام القادمة؟ يعني هو المجلس النواب يعني يمكنه يعني أعتقد أن الرئيس برية سيدعو بشكل مستمر إلى جلسات انتخاب رئيس هو حاول عندما رأى أنه بعد أربع جلسات هناك نتيجة عمليا تعادل سلبي على صعيد مجلس النواب ونتيجة عقيمة لأمكانية الوصول إلى انتخاب رئيس أراد أن يعني طرحها مبادرة لإجراء حوار بين الكتن النيابية إنما هذه المبادرة عاد عنها بسبب التوتر السياسي والسجلات وتحفظ بعض الكتل واعتراضات الكتل بعض الكتل على هذا الموضوع وهو فإذا اليوم ليس له من ليس له من سبيل آخر غير دعوة مجددا إلى جلسات انتخاب رئيس ولكن لنكن صريحين أيضا لن ينتخب رئيس بمجرد تكرار مشهدية الجلسات السابقة نعرف أن هناك تعادل سلبي اليوم في مجلس النواب وانتخاب رئيس يتطلب جهد كبير وحوار ومشاورات بين الكتل السياسية واستعداد لإيجاد خرق على صعيد التوافق بين الكتل وإلا يمكن أن نستمر في هذه المشهدية طويلا ونعيد ونكرر نفس الجلسات ونأخذ نفس النتيجة قد تزداد الأصوات قليلا هنا وتنقص هناك قليلا إنما لا تغير في الواقع الذي نعيشه وأنه في غياب إمكانية اتفاق أو التقاطع على اسم رئيس جمهورية يمكن أن يجمع أكثر عدد ممكن من الكتل من كل الاتجاهات وليس من فريق واحد سياسي واحد ليس هناك من إمكانية لتحقيق هذا الشيء أعتقد أن المسار الداخلي اليوم هو مسار معطل ولا أعرف إذا هناك من مسار خارجي اليوم يعني هو مطروح لمساعدة اللبنانيين للخروج من هذا العقم الذين يتخبطون فيه حاليا ولكن لا شك أن هناك وهو واضح أن المسار الداخلي اليوم هو بحالة مراوحة ولا يمكنه حتى هذه الساعة إنتاج أي توافق فلنرى في الأيام والأسابيع المقبلة أتمنى أن تكون أيام ولكن أقول أسابيع لأقول أشهر أن يحصل خرق ما يساعد في فتح نافذة معينة يمكن من خلالها تسلل إلى توافق معين ويفتح يعني يفتح الباب كفل باب الموصود اليوم لرئاسة الجمهورية أنتم في التكتل في التيار هل لديكم أسماء مرشحين لمنصب الرئاسة غير السيد جبران باسيل أسماء قد تكون مقبولة لدى الأطراف الأخرى أكيد هناك أسماء ممكن ترحوها كان من داخل التكتل ومن داخل طير وطن الحر أو من خارجه المشكلة لكن الأهم اليوم أن يكون هناك يعني مفاوضات مع الكتل الأخرى وخلق ظرف لانتخاب أحد تلك الأسماء ونحن طبعا منفتحين على تأييد أسماء من خارج التكتل ولكن لن نلغي فرضية أن يكون هناك أسماء مقبولة من داخل التكتل ويمكن أن تشكل عليها إمكانية التوافق وطبعا ستكون لنا الأفضلية في دعم تلك الأسماء من داخل الطيار أو التكتل فهذا صحيح ولكن اليوم هذا ليس مرتبط فقط في إرادتنا هذا مرتبط فيما يمكن أن يتقاطع عليه الكتل الأخرى وإلا كان يمكن لأي كتلة أن ترشح أسماء بقدر ما تريد اليوم المشكلة هي في هل هناك ظرف يتقاطع أو اسم يتقاطع عليه سيتبين معنا من خلال تطور المواقف في الكتلة الأخرى من هي الأسماء التي يمكن أن يتقاطع عليها أعتقد أن التكتل لديه مجموعة أسماء من داخله ومن خارجه من أصدقائه يمكن أن يتفاوض عليها مع الكتلة الأخرى وهذا ما يجب القيام به هذا ما أعتقد يجب أن نكون به ولكن طبعا الاتفاق ليس مرتبط فقط في إرادتنا وهو مرتبط بما يمكن أن نتفق عليه مع الآخرين وهذه الصعوبة هنا لأن بعض الأسماء قد تكون مقبولة للتيار الوطن الحر ولا تكون مقبولة لحلفاء للتيار الوطن الحر أو لكتل أخرى وهل مجرى هذه صعوبة هذا البحث الذي سيحصل حول رئاسة الجمهورية شكرا جزيلا لك الأستاذ ألاعون عضو البرلمان اللبناني عن تكتل لبنان القوي كان معنا من بيروت